الجرائم الكثيرة التي ارتكبها مسلح حفتر ضد المدنيين خلال السنوات الخمسة التي أعقبت إطلاقه عملية الكرامة في بنغازي في مايو من عام 2014 حركت المطالبات بإدراجه ضمن قائمة العقوبات الدولية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان قد جدد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مطالبته الصريحة بإدراج حفتر ضمن قوائم العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونيا لما ساهموا فيه من قتل ودمار في كافة المدن الليبية نجدد طلبنا بوضع خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونيا لما ساهموا فيه من قتل ودمار وفي هذا السياق ردت لجنة العقوبات الدولية بالأمم المتحدة على استفسار وجهته مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان حول إمكانية إدراج حفتر على قائمة العقوبات الدولية بناء على خطاب السراج بأنه لابد من تقديم طلب كتابي لرئيس اللجنة وأمين سر اللجنة العليا بها وفق شروط محددة رد لجنة العقوبات هذا دفع المؤسسة إلى مطالبة حكومة الوفاق بضرورة الوفاء بما وعدت به دون تأخير عبر متابعة ملف الملاحقة الدولية لحفتر وأهابت بأعضاء مجلسي النواب والأعلى وعديد المتضررين من عدوان حفتر بمواصلة الضغط على استراج من أجل متابعة الملاحقة لحفتر حتى يتم إدراجه على قوائم لجنة العقوبات عائلات ليبية المتضررة معدوان حفتر على طرابلس وعلى مدن ليبية أخرى رفعت دعاوى جنائية ضد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية بتهم تتعلق بجرائم حرب منها قتل أقاربهم في قصف عشوائي لمسلحي حفتر على المناطق السكنية وفي الأثناء أعلن مجلس النواب في طرابلس قبوله الدعوة القضائية المرفوعة في محكمة أمريكية من قبل مواطنين الليبيين أمام محكمة بولاية فرجين الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس النواب علي بوزحكوك قال للليبي الأحرار إن مجلس النواب علم بهذه الدعوة وأقر رفعها ضد حفتر بحكم أن المجلس منتخب من الشعب الليبي إدراج من تورط في قتل الآلاف وقصف المدن وانتهك حرمة المساكن وشرد العائلات ضمن المعاقبين دوليا مطلب شعبي لكثير من المواطنين الذين يدعون استراج إلى ترجمة أقواله إلى أفعاله ويتخوفون من عرقلة داعمي قائد العدوان خليفة حفتر إجراءات معاقبته دوليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر